عرس مغربي كان المنزل واسعا مزخرفا ذا أعمدة كبيرة تتراقص في وسطه نافورة من الماء الصافي فرشت أرضه بالزراب والمخدات الكبيرة وجلس عليها في شكل دائري جوق الموسيقى وقد حث به المدعوون وفي الطابق الثاني تطل عشرات من النساء يستمعن إلى الموسيقى التي كان يعزفها الجوق وهو يغني وكان الجميع يوقعون بأيديهم على ركبهم وقد اشتد بهم التأثر بدأت كؤوس الشاي والحلويات توزع على المدعوين وقد سطع المنزل كله بالأنوار وعلى صوت الموسيقى وأقبل كل موسيقي بوجهه على الموسيقي الذي بجانبه فأقبل عليه هذا أيضا بنفس الحركة وغنيا معا وهما على هذه الوضعية ثم يفترقها وينصرف كل واحد إلى الموسيقي الذي على جانبه الآخر بعد ذلك تصف الموائد وينقلب المنزل كله إلى قاعة للأكل ويقبل النادلون بتلك الأطباق الكبيرة الملأة بقطع اللحم والدجاج وصنوف شهية من الأطعمة وفي منتصف الليل يجتمع الناس ليخرجوا في موكب كبير وينشدون ويغنون إلى أن يصلوا إلى بيت العروس حيث يستقبلهم فوج من النساء بالزغاريد والأهازيج فيحيط بهم المحتفلون وقد ازدادت أصواتهم ارتفاعا ثم يعودون جميعهم ومعهم العروس إلى بيت زوجها في موكب بهيج تختلط فيه دقات الطبول ونفير المظامير بزغاريد النساء وترفع العروس فوق الأكثاف ويطاف بها داخل المنزل وقد أتقلت بالذهب والجواهر النفيسة وفي خلال ذلك كله ترسل النساء زغاريد متواصلة تعبيرا عن فرحتهن بالحفل والعروس ويستمر هذا كله إلى الصباح فينصرف الناس إلى النوم لتبدأ الحفلات في اليوم الثالي لتبدأ الحفلات في اليوم الثالي لا لمناسبة جديدة ولكن لأن يوما واحدا لا يكفي للتعبير عن الصرور